عقبت محكمة جناح الموسكي بالحبس السنة مع الشغل مائة واثنى عشر من عناصر الاخوان بتهمة التظاهر بدون ترخيص في ذكرى ثورة يناير هذا العام والاتهمات التي وجهت لهؤلاء شملت التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغبة والتحريد على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على رجال الشرطة أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بدية وقيادات وأعضاء بالجماعة في قضية شارع البحر الأعظم لجلسة الخامس عشر من سبتمبر المقبل ويواجه المتهمون تهم القتل واستخدام العنف في شارع البحر الأعظم بالجيزة في عقب ثورة الثلاثين من يونيو ومن بين المتهمين محمد البلتاجي عصوم العريان باسم عودة وصفات حجازي أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وزير داخليته وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلى السبت المقبل لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر وكان دفاع الشاعر قد قال في جلسة اليوم إن وقاء قتل المتظاهرين التي جرت في محيط قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 وأمام مقر مكتب إرشاد جماعة الأخوان بالمقتم في يونيو 2013 وقعت بطريقة مماثلة مع وقاء قتل المتظاهرين في يناير 2011 متهما عناصر جماعة الأخوان بالمسؤولية عن كل تلك الجرائم ترجمة نانسي قنقر